موسيقى شاهدين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد في هذه الحلقة إلى سوريا مجدداً ولكن من خلال استوديوهات الرافدين وليس عبر سكايب معنا هنا في الاستوديو الشاعر السوري الأستاذ عمار الشيخ أهلاً وسهلاً بك أستاذ عمار معنا يا أهلاً وسهلاً نتشرف بكم أستاذ مصطفى نحن أكثر سعادة بتشريفك لنا في بيت القصيد بداية لماذا الشاعر هو المتنفس لكثيرين انطلاقاً من تجربتك كيف تراه متنفساً وتفضفض له نحن السوريون تحديداً يعني بعد أن هجيرنا من بلادنا وانطلقنا في بلاد المهجر لم يتبقى لنا لسلاح إلا سلاح الكلمة نعم فهذا من العوامل الأساسية نعم أن جهلت أن الشعر هو منفز حقيقي لأنه وبالفعل هو رديف للسلاح يعني نعم بكل معنى الكلمة نريد منك الآن أن تعطينا تعريفاً بسيطاً أنا الشاعر السوري عمار الشيخ بما لا يزيد عن دقيقتين لتوضيح أو توطئة لهذه الحلقة نقدمها لأسادة المشاهدين تفضل عمار الشيخ من بانياس قرية البيضاء مواليد اللاذقية نعم أنا معرف عن نفسي أني في ريعان الشباب دخلت السجن في الثمانينات وبقيت في السجن ما يقارب اثنى عشر سنة يا الله أيوة وأنا هذه الموهبة ثقلتها في السجن سقلت موهبة الشار في السجن سقلتها في السجن نعم أيوة والحمد لله خرجنا عام 1992 وكنت أقوى عزما من الشباب إن شاء الله تعالى وأنت كذلك دائما بإذن الله على المستوى الثقافي والأدبي هل لك من المطبوعات شيء أم أنك تفضل الاحتفاظ بها بأنها عزيزة وتأجيلها إلى وقت معلوم في ذاتك أنا الآن عندي مجموعة لا يستهام بها من الشهر ولكن في الوقت المناسب إن شاء الله إن شاء الله وهي قريبة إن شاء الله تعالى بإذن الله نرجو أن يكون ذلك قريبا وعسى أن نفرح بالحصول على نسخة من إصداراتك على أيديكم أستاذ مصطفى إن شاء الله بإذن الله تسلم إلى أولى القصائد التي ستشنف أسماعنا وتطرب ذاننا بها ومفتتح هذه الحلقة تفضل والله هذه القصيدة لم ترى الضوء فأحببت أن أبدأ بها تفضل هي قديمة تقريبا في عام في الالفين وخمسطعش في بدايات الالفين وخمسطعش إلى القصيدة إذن تفضل أنهكتني أسنة ورماح وجراح قد أثخنتها جراح سوف نبكي عليك يا شام دهرا يوم لا ينفع البكى والنواه ما أثديك في عروق أبي فلماذا أبناؤك اليوم طاه في بحار تكلل الظل حتى لفظتهم أمواجها والرياح وكأن البحار تومي إليهم كيف يأتي من ضيعوها صباح كيف يأتي من ضيعوها بعار غانيات وخمرة وسفاح يا فعات سمر السواعد فيكم يا فعات سمر السواعد فيكم كم وكم يحلو للسمار سلاح ساعدي لم يخلق لأجل عناق عانقيني قبل الردى يا بطاح وحمليني على ذراعك طفلا بسلام طاب الردى والكفاح شامنا اليوم بالدماء مسجى وكلاب من حوله ونباح أي جاه لآل يعرب فينا ووجوه من قوم عبس أشاه حين نادى الدمشق آه فصبوا وقرا في آذانهم واستراه واستبحنا أي استباحة شعب في الأساطير أوروته الصحاه ونشرنا في الخافقين وناشتنا نيوب وسابح وجناح لو بكتنا البتول تسب نهارا وجهارا عيسى المسيح يباه لو كفرنا كفرا صريحا بواحا وخرجنا من جلدنا ما استراح لو فررنا من أرضنا لو فررنا من أرضنا ووطأنا موطئا في أقسى المجرة راح لا مناص يا أمتي لا مفر فالوغاب الدن ليس فيه مزاه أين سعد أين المثنى وعمر قتلتهم ظلما وزورا سجاح قتلت كل الأصفياء لكي لا نعلو العليا أو يهيئ نجاة أكلتنا لم يبق فينا إباء أو حياء أو عزة أو صلاح لو كلاب على كليب حسبنا أعسانا من أجل خبز نطاح أعساها أرواحنا غير شجب أسف عارض وفيه ارتياح أي سر فيه العروش أسرت من ثوى واستبد بي لا يزاع فمحال دوى محال سيأتي بعد جور للمستبد اجتياه ما استويتم لو دا معرش لملك وعلى من بغى تهب الرياح من يرى نارا في الجوار وينقى لن يصد اللهب عنه إشاح تتهاوى أوطاننا كدموعي وعلى وجنتي دمعي يساح دمعة اليتمي أحرقتني أجيبوني أجيبوني كيف يأتي السماح بل أجيبوني أين ورد الوغى أين العراق العريق أين القحاح قد نزعتم من العروبة قلبا أتعالى من غير قلب جناه لا والله قد نزعتم من العروبة قلبا أتعالى من غير قلب جناه قمة العته أن أعاقر خيلي وخيول العدى علي جماه قمة العته أن أقاتل وحدي وعلى جانبي قوم شحاه قمة العار أن أقاتل نفسي لا قتيل أو قاتل مستراه مقلتي لا يحن لها غير جفني أو يحن من في العداء أمتي أمتي كفاك أفيقي خبث كل ما على وضياه خبث لو بأبحر مزجوها أنتنتها وفاح منها فواح كذب صدقهم وإن صدقونا واستقاموا وسبحون وناحوا من عهود ونحسب الموت موتا فوجدناه راحة حين لاحوا أينما حلوا حل خطب وهرج وخيانات مفجعات تتاح فإلى ما الغباء والخلف فينا والذبا في أعجازنا تنداحوا فسلام على بلاد سلام كل ما جاءوا روضونا وراحوا ترزح الأرض تحت مخلب ذئب ينتشي بالدماء حين تفاح جوع طفل الرضيع أفنان بيتي وزهوري صيد له اجتراح أولم اليوم في ديار فجاءت عاديات من كل فج ضباح وحدتهم أطماعهم فتنادوا وخفاياهم من عهود أباح فتجلى على الوجوم وجوم وتعالى من صمت صمت الصياح قتلتنا وأنهكتنا أنانا فمتى أين كيف يأتي الرجاح من سنين ونحن نرأب جرحا لا شفاء لنزفها لم تياح كم شهيد تلو الشهيد بذلنا وربوب الخصام فيه وقاح وحدوها وأشعلوها واشعلوها لهيبا من لهيب اللهيب يأتي الصفاح وأذيقوا للروس صرفا عذابا ما أذاقته قبل صرف وراح خبروهم إن وحوحتهم ثلوج سوف يأتي من غير برد وحاح هذه شامنا فياروس أهلا قد أعدت أكفانكم والضراح ليس فينا من يستطيب دماء كل طفل عن أرضه طرماح هربت من حروفها كلمات واستقرت كما أرادت جراح كلمات لو لا البنادق تبقى كلمات من الشفاه رحاء فاعذروني حماة أرضي وعرضي أنتم الشعر والقواف الفصاح أنتم الأصل والصميم بحرفه أنتم الفجر في غدي والصباح أنتم الفجر في غدي والصباح لا فضى فوق أستاذ عمار لا تكاد تتحدث الآن عن هذا الجرح السوري الممتد الذي لا يزال نازفا وراعفا ماذا تقول هذا الجرح سيظل نازفا الآن تداعت علينا الأمم من كل فجم وصوب ونحن كما أقول في هذا البيت كم شهيد تل والشهيد بذلنا وربوب الخصام فيه وقاعه لنا أن نستفيق من هذه المخمصة التي نحن بها يجب أن توحد الصفوف توحد الكلمة يوحد كل شيء هذا الشعب مشتد بكل معنى الكلمة العالم تداعى عليه وهم أيضا مفككون فيما بينهم فنسأل الله تعالى أن يبعث الرجل الذي يوحد كلمتهم ويقودهم إلى جادة الصواب هم إن شاء الله على جادة الصواب ونرجو من الله أن يكتب لهم فجر شمس حرية لابد أنها قادمة إن شاء الله عن الشعر في بلاد المهجر ما أهمية أن يكون هناك حراك شعري في بلاد المهجر بأتقادك أستاذ عمار بالله هذا الموضوع أنا أقول أني سلاح الكلمة سلاح مهم نعم وربما أمس أنا ارتجلت بيتا على المنبر أقول فيه هذه الشآم وأقلام لها حشدت خلف البنادق عونا ما له خرس كان هذا البيت وقعه في نفسي كبير هذه الكلمة مهم جدا يجب نحن الآن أن نفعل هذه المهرجانات وهذه الندوات الشعرية هي سلاح حقيقي الكلمة ممكن أن تفعل ما لا يفعله السلاح حسنت وهذا التفعيل لا يجب أن يكون له آليات ويجب يعني أن يوجه بشكل صحيح يعني أنا أقول يجب هذه الندوات أن تطور ولكن ربما الإمكانيات الإمكانيات المادية والأخرى تعيق فيجب فيجب يعني توجيه بعض الرجال من رجال الأعمال إلى سلاح الكلمة سلاح الكلمة سلاح مهم جدا ويجب أن نلتفت إليه طبعا أنت هنا تتحدث عن آليات وأفكار لدعم المناشطة الثقافية طبعا دعم الفرق العاملة في الأنشطة الثقافية في كل مكان نعم هي الأنشطة بس أنا أقول أن المهرجانات الشعرية مهمة جدا في المهجر إلى إيجابيات كثير هل سمت نماذج لمثل هذه المهرجانات؟ يعني مثلا أنا أطمح أن يتوجه العرب الكتاب العرب والأدباء العرب إلى إسطنبول بسبب أن حرية الكلمة في بلادهم منعوا من حرية الكلمة واتهدوا كثيرا فأن تتوجه الكتاب إلى إسطنبول فهناك متسع للكلمة وحرية وممكن أن نستبدل المربض الذي في العراق الآن يلفظ أنفاسه الأخيرة إلى إسطنبول لبعيدا عن تسمية مهرجانات كي لا تكون يعني إقلالا من شأن مهرجان على حساب الانتصار لمهرجان آخر كل المهرجانات أكيد تسعى قدر المستطاع لخدمة المشهد الثقافي وفق الظروف والإمكانيات المتاحة والمتوفرة لها فلا نكران لسعي أي صاحب جهد وأنت كذلك معي بهذا الرأي أليس كذلك أنا معك في هذا الرأي لا نمكر أي ولكن نحن نطمح لتطوير القوي لتطوير من يبحث لتطوير صاحب الطموح طبعا أنا أردفت بكلمة أن يلفظ أنفاسه الأخيرة وهي حقيقة فنحن نسعى إلى التطوير وإلى التجديد وإنقاذ المشهد الثقافي طبعا أحسنت أستاذ عمار إلى نص جديد الآن ما رأيك؟ طيب نبدأ تفض ما اسم القصيدة التي ستقرأها علينا؟ القصيدة الآن سوف أقرأ قصيدة بعنوان ارتياب تفض عتاب الصمت في روعي عذاب وفي الأعماق يأكلني الطراب وأطوي في ضلوعي ما طبته براكين يلاطمها السحاب وإني كلما آنست دربا تسرب في متاهات السراب وإني كلما آنست دربا تسرب في متاهات السراب فألوي خاويا من غير قلب كأن القلب من كمدي يذهب تساقط كل من كانوا بفرعي وجذعي لا تواريه الثياب ولا وصل أشد به وصالي ولا حول يحول ولا اقتراب عظيم وقفت على الطلول فطال لومي وهل تجدي الملامة والعتاب لهول الهول تسبقني عيوني ويسرح في غياه بها اقتراب سألت العارفين فتاه سؤلي وليس لعارف فينا كتاب ضباب قد تمنهج من ضباب وغي لا يخارجه صواب لكيد الكائدين لنا وداد وود المحتفين له احتراب وسعي أبي رغال كان سعيا وخلف السعي يأتينا العذاب الله وسعي أبي رغال كان سعيا وخلف السعي وخلف السعي يأتينا العذاب وهل ترجى الحمية من ردي على أعتاب من صبأ وعاب ومن منح البطولة دون بذل لبذل الوجه أبدا لا يهاب بني قومي تهالك من توارى بظل لا يظل له احتجاب فيغدوك النعامة حين يخفي خفاياه وعورته تعاب تفجر غيظ قافيتي وشعري له زفر يشق له العباب إذا متى نصح ونكتب ما أردنا ولا نصغي لما قال الغراب إذا كدرت عيون الليل ليلي وفي الأكدار تفترس الذئاب محال أن يشق الفجر فجري بنور لا يخالطه ارتياب عسى أن يأتي هذا النور بلا ارتياب بلا ارتياب وأن يعود إلى ألطاننا التي تستحق حياة كريمة ملؤها القيم والمبادئ السامية التي نؤمن بها كلنا ونكافح وننافح من أجلها عن القيم التي ينبغي أن تكون حاضرة أكثر من غيرها في نصوص الشعراء الرساليين أبرز القيم التي تحرص دائما على أن تكون حاضرة في قصائد مثل ماذا؟ الصدق نعم هذا مهم جدا ثانيا المشاعر الجميلة ألا تحتفظ بالمشاعر الجميلة أن تبوح بهذه المشاعر الجميلة وخاصة تجاه من تحب نعم وتجاه من هم حولك من المبادئ التي تحاول الدفاع عنها في قصائدك أن المبادئ التي أحاول بشكل أساسي نحن الآن نحن حقيقة الآن في معركة مع النظام المستبد في سوريا فهذه قضية أساسية ورسالة رئيسية في الشهر نعم حسن إذا مبدأ الحرية مبدأ أصيل طبعا لا بديل وإنما هو مبدأ أصيل تدافع عنه ويحضر في مختلف أبياتك وأفكارك وربما يحدث في يومياتك وأحاديثك العامة نعم ليس فقط حينما يأخذك الشعر بيده من يدك إلى ساحات ورياضة المجلس إلى نص جديد وما تحب قراءته هذه المرة نص صغير يحمل وجع المهجر إلى وجع مهجرنا ومهجرك أضعت بتلك المقلتين حروفي وأعلنت عن خوض الغرام عزوفي ومبلغ علمي أن حدودك عالمي فمن بعد بعدي قد هجرت وصوفي فمن بعد بعدي قد هجرت وصوفي ورصعت في شعري شجون مصارعي لأكتب سفرا من نزيف نزيفي أنا من أنا؟ أنا وحدي أهيم بوحدتي على مذبح للذات طال وقوفي وأجتث من عمقي برغم تعمقي ولولا دموعي كنت محض طيوفي ولولا دموعي كنت محض طيوفي وإن كنت أطوي للخطوب طويتي فأصبحت أسوي في المنون رغيفي أخاف على بعضي فأحمل بضعطي لآوي إلى ركن يزيل وجوفي أنا تائه خلفي طاردني الردى أفر وفي أرض الفرار حتوفي ألوذ بمن كانوا حماة حميتي فأرتد مكسوفا تجوح كفوفي فلا أنصفتهوني هوية عارب ولا كان للأعراب أي صفوفي ولا كان للأعراب أي صفوفي لعل هذه الصفوف تعيد تنظيم ذاتها حتى تكرت الأسف وللأسب على مستوى الحكومات نحن أما على مستوى الأفراد والشعوب الشعوب الآن تعيد ترتيب ذاتها ولكن يكلف كثيرا أيضا أنت مؤمن أن الخير موجود الخير موجود ولكن هذا الخير حقه دماء حقه دماء لا خلال لكن هذه الدماء هي البوابة هي البوابة صحيح أنت مؤمن بذلك أنا أؤمن كل الإمام وبأن الشعوب الحرة لا تنزل ولا تتنازل عن حقوقها الشعوب الحرة لن تموت حدثنا عنها إذا إن شاء الله تعالى رأيا وموقفا نترك الشعير إلى وقت لاحق عن هذه الشعوب ما الذي تستحقه منك قولا هذه الشعوب تستحق مني كل شيء الشعب أتكلم عن الشعب السوري كنموزج عن الشعوب العربية الشعب السوري رغم أن كل شيء حصل له من المآسي والتهجير لآخره نعم رغم كل شيء تجد فيه أصالة رغم كل المساوئ التي توجد به فهو شعب أصيل رغم كل شيء خمسين سنة وهو يمارس عليه أشد أنواع التعزيب والضغوط والاضطهاد فهم ما ننتظر من هذا الشعب ما ننتظر من هذا الشعب أن يكون أولياء لا هو كما هو أجمل مما يكون رغم كل الاضطهاد اللي مورس عليه ولكنه يحمل عادات أصيلة وجميلة وتطفو الآن في بلاد المهجر تطفو إلى الأعلى ويشار إليهم بالأصابع والبنان كثير منهم فلان قام بعمل فلان فلان هذا شيء جميل سفراء الرفعة نعم في بلاد المغتر نعم شيء جميل وكذلك سفراء الكلمة من شعراء سوريا الرائعين الذين قدموا نموذجا يحتدى ويعتز به في بلاد الغربة على امتداد الخريطة العربية الواحدة وليس فقط مثل ما تفضلت ليس في إسطنبول وحدها إلى قصيدة جديدة إن شاء الله تفضل هاي الكلمات آخر ما كتبت تفضل أسمعنا إياها تحت عنوان أفل لهم أوغلت في المعنى لأعبر ذاتي وأخط في خلد الزمان الآتي لأكون في التكوين طيف غمامة أو عبرة تنساح من عبراتي لأكون في التكوين طيف غمامة أو عبرة تنساح من عبراتي من لم يرق دمه بسفر مخاضي صنعوا له صنعوا له عرسا من الويلاتي يا الله وإذا الرغيف من العدات طهاته أشلاؤنا مزجت ببعض فتاتي القابضون على انحناء ظلوعنا ليقتروا الأنفاس بالشهقات الجاثمون على ضمير يراعنا وعلى أنين الحرف والسكنات عار لمن جعلوا الصراط ظهيرهم أو أدركوا الأعراف بعد فواتي لن يكتب التاريخ إلا ثلة أرواحهم لفظت مع الكلمات لن يكتب التاريخ إلا ثلة أرواحهم لفظت مع الكلمات ذابت بأعماق القلوب ذواتهم لكنها سحر من القفقات جميل المرجفون على طريق السامري وإدني لله في خطواتي لو يعلم الشعراء أصل حكايتي لثمجدت في شعرهم أدواتي أولم يروا في العاديات صهيلها وسكونها وحي من الحجرات أولم يروا في العاديات صهيلها وسكونها وحي من الحجرات ما لا نعنق الفاء في أف لهم حتى وإن كان المصير مماتي عظيم يا سائلين الحرف أين تجملي وأنا الذبيح بأحرفي ودواتي وجعي على نسق الصطور نثرته ونزفت في تلك الحروف صفاتي وجعلت في كفن البيان منيتي ومن المجاز إلى المجاز رفاتي لو زانكم بالوصف عثرة واصف فأنا الذي أشرقت من عسراتي فأنا الذي أشرقت من عثراتي ما شاء الله عليكم أستاذ أمر لفضافوك ونعشاشانئوك متواصلون معك أكيد ولكن قبل ذلك سنخرج إلى فاصل مشاهدين الكرام إلى فاصل قصير ومن ثمن واصل لا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا مشاهدين الكرام ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات حياكم الله عزيزينا المشاهدين وأهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد ولمن التحق بنا مؤخرا ضيف هذه الحلقة معنا هنا في الأستوديو الشعر السوري عمار الشيخ ألن بك أستاذ عمار مجددا أستاذ عمار قبل أن نذهب إلى الشعر نتحدث عن الثمن الذي ينبغي أن يقدمه كل صاحب رأي حر بغية تحقيق حريته عن الثمن من أجل طمأنت كل الأحرار أن الثمن المدفوع إنما هو خطوة على طريق الحرية الكاملة صح الثمن حقيقة نحن علينا واجب نعم واجب الدفاع عن أوطاننا هذا واجب حقيقي بس وهو فرض والآن هو فرض ربما فرض عين على كل فرض بيننا ولكن تعرف أنت الظروف لكل شخص فإن لم يستطع أن يحمل السلاح ويلتحق بساحة الجهاد فعليه أن يجاهد ولو بالكلمة حسن الجهاد ليس طبعا بس في السلاح كمان الجهاد في الكلمة وكلمة حق عند سلطان جائر هذا معروف ونأمل من الجميع أن يشعر بالواجب الذي عليه هذا أمر مهم جدا إلى سؤال ربما تجده إشكاليا نوعا ما ودعنا نكون صريحين مع أنفسنا حينما يكون هناك مشروع ثقافي كبير يعكس أخلاقنا كعرب ومسؤولياتنا كمسلمين ومهجرين أو لاجئين أو أصحاب حق لابد من انتزاعه يوما ما وتجد أن هناك من يقاسمونك نفس الوجع يعرضون هذا المشروع أو مثلا يعتدون عليه بالكلمة هذه الحالة المتناقضة ما بين أبناء المصير الواحد أحيانا لماذا تجد للأسف من بين أبناء جلدتنا من يحاول أن يقلل من قيمة منتج أو منشط ثقافي معين وهذه حالة للأسف منتشرة في مختلف أوطاننا العربية لماذا هذا باعتقادك؟ نعم يا سيدي هذا الكلام صحيح نحن كشعوب عربية دعنا نجيب بعيدا عن طرح الأمثلة والأسماء أن نتفق على ذلك نحن في موجود نحن بكل ياتنا بنحمل للموضوع هذا موضوع الأنا ولكن بيختلف من شخص لآخر بشكل متفاوت من شخصين لآخر فبس في بعض النمازج بتلاقي الأنا عندهم عالي نعم هل أنا هذا يعني هو الأنا حقيقة هو شعور داخلي داخل الإنسان ولكن يخرج إلى للآخرين بغير برمجة أو بغير غير مسقف شعور غير مسقف يخرج إلى الآخرين هذا فرق بين الإنسان المسقف يشعر بهذا الشعور فيسقف ويحاكمه ثم يخرجه إلى الآخرين أما في بعض الناس لا تخرجه بشكل مسقف حسنت أيها هاي النقطة أما الشعور هو موجود كل ياتنا نحن عن شعور الأنا ولكن أن تشذبه وتهزبه وتخرجه لآخرين بقالب جميل هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب نعم ياسي المطموح أن نتكاتف كلنا طبعا أن نتعاضد أن نناصر أصحاب المشاهد الثقافية حتى ولن نكون جزءا من هذا النشاط إذا كنا نتفق معهم بالقيمة والمبدأ والهدف الأساس فنحن في مركبنا الأساس والهدف أنا من أجل الهدف أنسى جميع السنويات والأمور الفرعية الأخرى نعم نتفق ونسير نحمل الخلاف ونسير إذا كان الخلاف جزئي فنحمل الخلاف ونسير حتى إن لم نكن جزءا من هذا النشاط ورأينا بأنه يخدم مبدأنا وفكرتنا وأهدافنا وقيمنا وديننا قبل كل شيء وعداتنا وتراثنا وموروثنا يخدم كل هذا علينا أن نشجع ونؤيد حتى لو لم نكن جزءا من العاملين في هذا المنشط هذا الكلام صحيح إلى قصيدة جديدة هذه القصيدة يا أستاذ مصطفى تفضل خطاب بيني وبين قلبي خذنا إلى قلبك إذن لعلنا نستقر فيه تدافع فيا نبض حتى رماني طريحا وقد يطوي الزمان زماني ألا ليت شعري هل حظيت بمنيتي وهل خط في روح الوجود بناني بنيت بأعماق القلوب محبتي وخلت في عمق الشعور كياني وأجريت من جفن القصيدة دمعة ليخضل في روض البديع بياني وتجهش عيني بالدموع سخية وتجهش عيني بالدموع سخية على كل محزون أراه يعاني وأنس مقامي في مقام صغيرة تلملم في رمش العيون حناني جميل وتفتر عن ثغر الطفولة ضحكة تداعب في سن المشي بأماني لك الله قلبي إن أذنت بنكستي وأنت الذي تهدي الشروعة هاني لك الله قلبي إن أذنت بنكستي وأنت الذي تهدي الشروعة هاني وأنت الذي أسرجت خير ركائبي وأطلقت للخيل الجموح عناني محال لذي خل يخون خليله فكيف إذا كان الخليل جناني يا الله محال لذي خل يخون خليله فكيف إذا كان الخليل جناني أتذكر أتذكر أيام العناء ومرها وإلجام قيدي معصمي ولساني وقاربت حدا لا حدود لهوله ومنيتني بالنصر رغم هواني وكنبت يدعوني الحمام لساحه فأسقيتني شعرا وخمر جناني وأسغيت في الأعصاب أعظم نشوة لأستقبل الأقدار فوق حصاني وأسريت في الأعصاب أعظم نشوة لأستقبل الأقدار فوق حصاني حري بك الأحرار ساعة نصرهم ولا هيبة للنصر دون سناني على راحة الرحمن يحملك الردى لتحيي بأفنان الربيع أفاني فطوبى لمن بالصبر نال وصوله وطيش الصبا في اللا وصول رماني أظيم جميل جدا سيلبسك الضياء ثوب ضيائه ولكن فجري لم يزل أرجواني شرايينه تنتد دفين توهجا ويأبى مداذا غير أحمر قاني فصوب إلى الطغيان آخر نبضة وليس الذي في الصدر قلب جباني وفوض إلى الرحمن أمرك والتكل وإلا رعوينا خاسرين رهاني وإلا رعوينا خاسرين رهاني نحن من سيكسب الرهان بإذن الله كل الشعوب المتطلعة إلى عناق شمس الصباح هذه الشمس المتوضع القادم من أثير الأمل محمولة على جناح غيمة مأمورة من ربها لابد لهذه السعادة المكتوبة بكتاب الوعد الإلهي الأزلي أن تذوقها الشعوب الطامحة إلى حريتها المتطلعة إلى صباحاتها لابد لهذه الشمس أن تقيم في ديارنا وعسى أن يكون قريبا نسأل الله لا يخيب كلامك يا رب هذا هو المرجو وهذا هو المحتوم الذي لا يمكن أن نشك فيه ولا نقبل هذا الشك أي شيء في دائرة الوعد الإلهي هو مسألة يقين لا شك فيه ولا ريب أستاذ عمار قبل الذهاب إلى قصيدة جديدة أود أن أستفسر منك عن فكرة معينة هناك من يقول خصوصا يعني يستكثر على بعض العرب المقيمين في دول عجمية في أوروبا مثلا أو في تركيا أو في أي بلد لا تتحدث العربية هناك من يستكثر على هؤلاء الشباب المجتهدين أن يقيموا محفلا أو معرضا أو منشطا أو مهرجانا مثل الذي اشتركت به حضرتك مؤخرا في إسطنبول هناك من يستكثر على هؤلاء أن يقيموا مهرجانا عربيا في بلد غير عربي ويرى ذلك نوعا من أنواع التقليل إن شأن اللغة العربية هل هذا صحيح؟ يا أخي مصطفى أعطني دولة عربية تسمح لأكون جميعا ليس أناب فقط وإن جميع من أقاموا في المهرجان هنا في إسطنبول نكون أول مشاركين وأول الزاهبين ونكتب الأحرف بدمائنا ونذهب أين الدولة العربية التي تستقبل هنا؟ أين الدولة العربية التي تسمح لأن نقول مثل هذا الكلام؟ لكن هل هناك مثلا من منقصة بفكرة التغني باللغة العربية في بلد غير عربي؟ هل في هذا مثلا عين؟ لا يا أخي لا نحن متهدين من بلادنا فأتينا إلى هنا لنعزز هويتنا العربية نهتم بالشعر ونهتم بلغة القرآن تعزيز الهوية طبعا تعزيز الهوية وأيضا دعوة إلى الأعاجم للتحبيب باللغة العربية أحسنت للتحبيب مجسور والتعلم مجسور بينهم وبيننا هذا واجب علينا أحسنت هذا واجب دعوي قبل كل شيء أحسنت أستاذ عمر بعدين أنا أطمح أن هذه المنتديات أن تسلط الضوء علي من خلال القنوات الفضائية التركية نجتهد ما أمكننا ولغيرنا أن يجتهد الصداء يصل الأهم أن يكون هناك آذان مسؤولة تعيي هذا الصوت فتسارع إلى خدمته وتبنيه إلى قصيدة الجديدة تفضل ماذا ستقرأ علينا هذه المرة حيوة هذا النص نعم طيب والله نص لم أسميه لم أضع له عنوانا لا فرح سنعنونه في نهاية الحلقة أو ستعنونه على أي وجد يكب عليلا وفي أي لحد أحل نزيلا يجوع اشتيا يجوع اشتياقي لأمي لأمي وشيخ عجوز إذا غبت عنه ينام طوي سيأكل السبيلا أنا ما عرفت الجفاء بقلبي ولكن غصني يميل خجولا إذا شاح وجه أطل بوجهي وإن كان قبل علي قبيلا جمعت المعاني بكفي ورودا وهل رد قلب كمثلي جميلا سيطوي الزمان فصول خريفي وغيمات عمري تزيده طولا ولدت بدمع وكابت دمعا إلى أن أوارى بدمعي قتيلا يا الله ولدت ولدت بدمع وكابت دمعا إلى أن أوارى بدمعي قتيلا بسأل الله أن يكتب لك طوال العمر أستاذ عمار ربما يعني يشاكسك بعضهم بقوله لماذا جعلت حضن الأم حضنان بديلا ربما يفهم البيت الشاري الخاص بالأم كما لو أنك أردت يصال دلالة أن حضن الأم بديل أعود إليه من شامسه أيوة حنيني لأمي وشيخ عجوز إذا غبت عنه ينام طوي حنيني إلى من تأوه ظلما وليس لآهات ظلمي بديلا أي وليس لآهات ظلمي بس أين بيت أنت الخاص بالأم عاشقت وعاشرت خيرا نسائي فلم ألق صدرا كأمي بديلا هذه حقيقة الواحد ولو كان زوجته قد أقوله لك ناقب لماذا جعلت صدر الأم بديلا لا أصيلا لأنه لا بديل عن صدر الأم لا بديل وليس أصيل لا بديل عن صدر الأم مهما كان أحسنت أستاذ عمار قد يصل هذا المعنى حتى وإن كان هناك معاني أو تأويلات أخرى إلا أن التأويل الخاص بك نحن أيضا نتفق معه ونتناغم وإياه إلى قصيدة جديدة إلى غزة شوق ما رأيه إذن ستأخذنا إلى غزة إذن قبل ذلك وعدت بعنونة القصيدة السابقة آه والله ما وضعت لها عنوانا هي إلى أمك إذن وكفى بالأم عنوانا عاليا لا يمكنه أن يستبدل جميل إلى غزة التي تحب ونحب ونحن منها وهي منا تفضل عادوا إلى الأقصى أبابيلا عادوا 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 إلى الأقصى أبابيلا وصفا يفوق الوصف والقيلا تنصب من كبد السماء رجومهم شهوبا موجهة وسجيلا عظيم رصدت شياطينا بأولى القبلتين تحيدها سمتا وتحويلا علموا سليمان النبي مجندلا لكنهم لم يعلموا الجيل هنا أشير إلى الآية إلى الآية الكريمة عندما فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين تفضل فهون لما الجان تيقنت أن سليمان توفي فخرجوا فهون عم أولنا تفضل أكمل وقت تصل الفكرة بإذن الله رصدت شياطينا بأولى القبلتين تحيدها سمتا وتحويلا علموا سليمان النبي مجندلا لكنهم لم يعلموا الجيل وسلاح داود الذي في أهل غزة لم يزل عزا وتأصيلا أزكته بسم الله فانهارت سياصيهم وما زعموا أباطيلا وتبدد الوهم الذي جثموا به في روعنا حفرا وتنزيلا سبعون في قعر الجحيم يسوسنا هبل هوا من ضلع قابيلا تتلمس الأيد الرقاب كأنها محكومة بالموت تنزيلا بالموت تأجيلا نهيدو تتلمس الأيد الرقاب كأنها محكومة بالموت تأجيلا يا أهل غزة يا بقية مائنا أجزيتم عن نيلنا نيل مذكلة الهامات عن طلب العلا كنتم لنا هاما وأكليلا يا سيفنا المسلول من غمض الحصار على قرار ميت غيلا يا سيفنا المسلول من غمض الحصار على قرار ميت غيلا حاكته من خلف الحدود عواصم جرت على العرب الأحابيلة فلت سيوف البائسين وسيفكم ما فل من بأس ولا عيلا يا رمية من شعب عامر صوبت كي تملأ الدنيا تراتيلا كي تدخلوا من بابه العمري مثل صلاحنا أسدا رآبيلا وليعلم التاريخ وليعلم التاريخ أن أمة ماضون قرآنا وإنجيلا ينصب في الحرف مثل شواضكم لم أستطع عن حرفه ميلا لو لم يكن حنقي بهذا القدر ما عرف الورى حقا ولا نيلا لو لم يكن حنقي بهذا القدر ما عرف الورى حقا ولا نيلا ما عرف الورى حقا ولا نيلا سنت خاتم يعني لا يموت حق وراءه مطالب نعم أحسنت في ختم هذه الحلقة ماذا تريد أن تقول لي الشرف أن أسجل معك هذا اللقاء أكثر سعادة في ذلك ونرجو أن نكون على مستوى بلادنا وأن نؤدي الرسالة التي أنتم كذلك على عاتقنا شكرا جزيلا لك أستاذ عمار شاعرنا السوري الجميل وإن شاء الله تتجدد مثل هذه الفرص الطيبة ونلتقي حول موائد الرافدين الثقافية سعدت وبك أيما سعد مشاهدين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوع بيت القصيد في الأسبوع المقبل بحول الله وقواته وبإذنه ألتقيكم على خير هذا أنا مصطفى مطار أشكركم والسلام عليكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر